اشتركوا في القناة متحججة بان القانون الدولي يمنح الحقل نواكشت للاحتفاظ بالقويرة ويدرس المغرب امكانية انشاء ميناء القويرة الكبير واعادة تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية الوقعة في اقصى جنوب المملكة نظرا للدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه في الربط البحري بين الشمال والجنوب ومنطقة الساحلة وقال تقل الله ايده وهو محام موريتاني معروف ان اتفاقية مضريدة ثلاثية بين اسمانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ الرابع عشر نوانبر 1975 اعطت لموريتانيا السيادة على التيرس الغربية التي من ضمنها حامية لقويرة واوضح المحام الموريتاني في مقال نشرته مواقع اعلامية محلية ان اتفاقية السلام الموقع بين موريتانيا والبوليساريو التي تنزلت فيها نواكشت عن اي اطمع في الصحراء المغربية لم تتنازل فيها موريتانيو عن وضعها كالسلطة ايدارية على الكويرة واعتبر المصدر ذات ان موريتانيا لا تريد الدخول في صراعات اليوم بشأن الكويرة بالنظر الى القضايا المتعلقة بامن حدودها وعدم اليقين المحيط بمستقبل الصحراء المغربية في حد ذاتها وردا على الاخبار التي رجت بخصوص اعمار المغرب للقويرة قال المحام الموريتاني ان تنازل موريتانيا عن جميع مطاربها بشأن الصحراء لا يحرمها من الحق في الحفاظ على هذه الارض وادارتها باعتبارها دولة قائمة بالادارة في انتظار تسوية نهائية تقبلها السلطات والاطراف وتقيرها الامم المتحدة واثار تناول وسائل اعلام مغربية رسمية وغير رسمية مخطط اعمار القويرة غضب نشاطاء موريتانيين وقال احد المدوينين الموريتانيين ان القويرة خط موريتاني احمر والرباط تعرف ذلك معتبرا ان اي تقدم مغربية نحوها سيضع المنطقة كلها على كفة عفريتا وكانت القناة الاولى بثت في نشرتها الرئيسية خلال الاسبوع الجارية تقريرا حول اشغال ميناء الداخل الاطلسي اظهر تخطيط المغرب لانشاء ميناء كذلك بمدينة القويرة في جانب ميناء ميريز وسبق الاحزاب الموريتانية ان استغلت الصمت المغربية وطلبت بمراجعة وضعية منطقة القويرة المغربية ودعت الى ضرورة تحديد تبعيتها القانونية بما يضمن سيطرة موريتاني عليها وفي خطوات استفزازية متكررة سبق ان وثقت العديد من الصور بصول نشاطاء من جبهة البوليساريو الى المحيط الاطلسي قرب القويرة من الناحية الموريتانية وقد يكون التحرك المغربي المقبل نحو القويرة خطوة جديدة لقطع الطريق نهائيا على العصابة الانفصالية كما وقع في معبر القرقارات الحدودية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء